أهلا بكم عزائي طلبة وطالبات قسم الزخرافة والإعلان الصف الأول بمنهجية الجدارات برنامج فني الزخرافة والديكور ورحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات منهجية الجدارات لمواد التخصص اللي احنا بندرسها زي ما اتفقنا هي مجموعة من المواد ولكن احنا دمجنا هذه المواد لأنها بالفعل هي مرتبطة كلها ببعضها وحولناها لمنهج واحد المنهج دوت طبعا زي ما انتوا عارفين هو أساس دراستكم إلى جانب دراستكم للمهارات الأساسية اللي طبعا بتحتاجها في أي نوعية دراستة وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية وما إلا ذلك لكن احنا هنا بنتعلم تعليم فني لازم نبقى فاهمين أن المادة الفنية هي الجزء الأغلب من مجموعة دراستنا لأنها هي أساس دراستنا وبرضو علشان أدي لك فكرة زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة أن مجموعك في السنة النهائية في الدبلوم بيتكون من 700 درجة 180 درجة للمواد الثقافية الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والفيزياء بواقع 50 درجة لللغة العربية 50 درجة للرياضيات و40 درجة للفيزياء و40 درجة لللغة الإنجليزية بينما الـ 520 درجة للبقية 520 درجة لمواد التخصص اللي بتنقسم للجانبين المعرفي والمهاري المهمة 420 درجة من الـ 520 بشقايها المعرفي والمهاري اللي الجانب المعرفي بتمتحنه ورقيا وده بيتناول الجانب المعرفي اللي درسته خلال الثلاث سنوات بينما الامتحان المهاري هو تكامل للجانبين المعرفي والمهاري بتم تقييمه من خلال ممتحن بيجيلك من خارج المحافظة بيمتحنك معرفيا ومهاريا وسوق العمل إلى جانب الامتحان المعرفي الورقي 120 درجة للامتحان الورقي وبعد كده عندي 300 درجة للجانب المهاري وزي ما اتفقنا ما فيش حاجة اسمها أنا نجحت في المعرفي ولقدر الله ما أنجستش في المهاري أو العكس لا الجانبين متكاملين ولازم أنت تكون ناجح في الجانبين لأن أدائك للمهمة يستلزم أن يكون عندك المعلومة المعرفية وعندك الجانب التطبيقي المهاري وطبعا زي ما قلنا الجانبين متكاملين حتى تقييمهم متكامل ما بين الطرفين لكن الامتحان المعرفي ده بيقيس المعلومات المعرفية وده بيكون امتحان ورقي نيجي بقى بعد كده كمان عندي 100 درجة البقية تالت 100 درجة مهمين جدا كافلين أنهم يأثروا على نتيج تكوي يأثروا إذا كنت هتقدر تدخل كلية أو معهد وده طبعا أنا شايف أنها حاجة مهمة لازم يكون عندنا طموح أن نكون من المتفوقين ونطلع من الأوائل إن شاء الله يبقى النهاردة إحنا بدأنا في الوحدة الماضية درسته أساسيات الرسم الهندسي في هذه الوحدة أنت درسته خلال الوحدة منذ يوم 20 أكتوبر وحتى الآن أو من شهر أكتوبر لحد دلوقتي أنت درسته الوحدة التانية اللي بتتكلم عن الديهنات المائية الديكورية زي دهان الكوارتز ودهان الجرافياتو والعديد من ودهان القطيفة والديهنات المائية اللي بتدي مظهر جمالي ومظهر ديكوري رائع درسنا الناحية النظرية وبدأنا ندرس في حاجة جديدة الناحية النظرية دي شمل التلات مواد جزء بيتكلم عن الخامة دي مادة الخامات جزء بيتكلم عن العمليات اللي هي طريقة التنفيذ جزء بيتكلم عن المعدات اللي بنفس بها كده إحنا جانب العمليات مع جانب المعدات مع جانب الخامات الخامة بتتكلم عن طبيعة الخامة المعدة بتتكلم عن الأداة المستخدمة العمليات بتتكلم عن طريقة التنفيذ إلى جانب الأمن الصناعي اللي بيقول لي إزاي أحافظ على سلامتي أثناء عمليات الدهان بين غير ما أتعرض لطير كهربي أو أتعرض لأي ضرر أو تطير أي حاجة رايش أو حاجة أثناء ما أنا بخلط أو بعمل فده طريقة حماية نفسي يبقى عندي درسنا الأربع جوانب النظرية اللي بتتكلم عن الجانب الخامات أو المعدات أو العمليات أو الأمن الصناعي وحماية نفسي أو احتياطات الوقاية فيه بقى الجانب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وده هيكون ليه النصيب الأكبر في المرفقات اللي هي هتنتحن فيها في التقييم وهو مادة التخطيط أو الجزء الخاص بالتخطيط التخطيط عبارة عن إيه؟ الجزئية دي من طبيعة دراستي مش منفصلة عن الخامات والمعدات والعمليات ولا الأمن الصناعي أنا النهاردة بتكلم عن دهان جرافياته فبتكلم عن خامات ومعدات وعمليات دهان الجرافياته وفي المؤيسات بتكلم عن طريقة حساب مساحة وتكاليف دهان مساحة معينة بدهان الجرافياته نفس الموضوع بالنسبة لدهان الكورتز أو أي دهان تاني يعني باختصار هنا الشق اللي خاص بالخامات والمعدات والعمليات بشرح للطريقة والأداوة والمكونات دي عبارة عن إيه والأمن إزاي يحافظ عن نفسي التخطيط بيعرفني إزاي أقدر أحسب مساحة وإزاي أقدر أحسب تكلفة لأي نوع من أنواع الدهان وكل أنواع الدهان اللي هنتمرن عليها هناخد كيفية حساب مساحتها وكيفية حساب تكلفة كنت وإنت في المرحلة الإعدادية بتكون قادر على إيجاد المساحات وكمان إنت كنت بتاخد الرياضيات الجبر وكنت بتقدر أن أنت تحل المسائل المختلفة وتجيب القيم المختلفة في التخطيط أنا عندي جزء بيعتمد على معلوماتك الهندسية وكل اللي تكلمنا فيه في الرسم الهندسي ليه علاقة باللي هنتكلم فيه في التخطيط وهو الجزء الخاص بتقدير المساحة وعندي جزء خاص بمعلوماتك الرياضية وهو الجزء أو الحسابية هي تعتبر حسابات وهو الجزء الخاص بتقدير التكلفة يبقى أنا النهاردة في الجزء الخاص بتخطيط أنا بحتاج الأول أن أحدد المساحة بعد كده بقدر أحدد التكلفة طب خلينا نمشي بالترتيب هي أن أنا أعمل مؤيسة لديهان حيطة وديهان الجرافياتو إيه المطلوب مني؟ أولا أنت هتكون راجل صاحب عمل هيجي حد يطلب منك أنا عايز أدهن الحائط ده بديهان الجرافياتو أو القطوع أنت لازم تكون عارف يعني إيه؟ القطوع هو الجزء أو الحائط اللي بيفصل في المساحات الكبيرة عشان يقسمها لمساحات أصغر وهو مش بيكون حائط كامل مجرد فيه باب لا هو ممكن يكون واخد شكل ديكوري وممكن يتعمل من المباني أو من الخشب أو من المعدن لما يجي يقول لي بوابة يقول لي مدخل يقول لي حائط في معرض يقول لي حائط في مدحف يقول لي بوابة يقول لي حاجة اسمها قص نصر اللي بتعمل في المناسبات حطه عليه لفتات احتفالا بالمناسبات المختلفة أيا كان المسمى ما عمرور الوقت هنتعرف عن المسمىات دي بس لازم أنت كمشروع مهندس لازم يكون عندك هذه المصطلحات وتكون عندك فكرة أنك أنت لازم تبقى عارف يعني إيه قطوع يعني إيه كتف الحيطة الحل الباب وهكذا لأن دي حاجات أنت تتعرض لها في عملك في تخصص الزخرفة نيجي بقى لعملية التقدير اللي احنا بنقول عليها أو المؤيسة بيقايس يعني بيئيس أو بيقدر أنا النهاردة بيجي حد يطلب مني يقول لي الحيطة دي اللي هي وغضة شكل معين أنا عايز أدهنها الحيطة دي فيها فراغات أول حاجة لازم أكون قادر على تحديد مساحة الحائط إيجاد المساحة ده لازم أكون عارف القوانين الهندسية عارف مساحة الدايرة إيه مساحة المسلس إيه مساحة المربع إيه وهكذا الشق التاني بعد ما حددت المساحة عايز أحدد التكلفة طب أنا هسألك سؤال النهاردة لو عندي مساحة عشرة متر هتتكلف كام طبيعي جدا السؤال المنطقي اللي انت هتسألولي بعد ما حسبنا المساحة بشكل سليم هتقول لي هي هتدهن بنوع دهان إيه يبقى تاني حاجة لازم أحدد نوعية الدهان طب بعد ما حددت نوعية الدهان هتتكلف كام يبقى هنا النهاردة بناء على نوعية الدهان بحدد الخمات اللي هشتريها طب وبناء على المساحة برافو عليكم بحدد الكمية اللي لازماني بمعنى إيه أنا قلتلك هدي الدهان جرافياتو أنا عارف إن كيلو الدهان الجرافياتو بيكفي الكيلو بيكفي متر واحد يبقى أنا لو عندي متر واحد هشتري له كيلو لو عندي عشرة متر هشتري لهم عشرة كيلو لو عندي مية متر هشتري لهم مية كيلو يبقى نوع الخامة مرتبط بنوع الدهان لكن كميتها مرتبطة بالمساحة كل ما المساحة تكبر كمية الدهان هتكبر طيب أنا النهاردة كصاحب عمل هل أنا اللي هنفذ بنفسي ولا هجيب عمال في عمال هيقوموا بعملية التنفيذ العمال دول هياخدوا ايه؟ برافو عليكم أجور يبقى تاني بندة هصرف فيه يبقى الأول بندة 8 الخمات اللي بيتحدد على نوع الدهان وكميتها تاني حاجة أجور العمال أجور العمال مرتبطة بإيه؟ بالحاجتين بنوع الدهان وكمان مرتبطة بالمساحة طيب ازاي؟ النهاردة لو أنا عندي نوع دهان في معجنة وفي فنش وفي كذا وفي كذا وتأسيس العامل هياخد وقت أكبر فبالتالي هياخد أجر أكتر لأن العامل بيتحسب باليومية فكل ما ياخد عدد أيام أكتر لما يكون الدهان صعب ياخد وقت أكتر ياخد فلوس أكتر طيب لو أنا عندي بقى دهان سهل لكن هيقعد يشتغل مساحة 200 متر طبيعي جدا كلما المساحة تكبر الأجر هيزيد يبقى أجر العامل مرتبط بنوع الدهان ومرتبط كمان بالمساحة بتاعتي لأن ممكن مساحة واحدة هتدهن دهان سهلة فتأخد يوم شغل ومساحة تانية هتدهن دهان صعبة شوية فتأخد ثلاث أيام شغل يبقى نوع الدهان وكمان المساحة بتاعته نيجي بعد كده ليه إحنا كده عملنا أجور العمال وعملنا ثمن الخمات فرضنا إن طلب مني العميل صاحب العمل إني أركب لافتة على الجدار أكتب عليها مرحبا اللافتة دي هجيب حد متخصص في الخط العربي أو هعملها جاهزة هتكلفني خمسين جنيه يبقى أنا لو افترضت إن أنا صرفت ميت جنيه على ثمن الخمات وصرفت ميت جنيه على أجور العمال ودفعت خمسين جنيه ثمن اللافتة أنا كده صرفت كام صرفت متين وخمسين جنيه هل كان ممكن أعمل كل التكلفة دي من غير ما أكون أعرف المساحة استحالة يبقى الأول لازم أوجد المساحة بعد كده من خلال المساحة أقدر أوجد التكلفة طب خلاص أنا كده هاخد من العميل ميتين وخمسين جنيه أكيد لأ أكيد أنا عامل مكتب المكتب ده لازم يكون لي عائد يكون في مصدر ربح طيب الربح هيجي منين الربح بيكون نسبة من المبلغ طب المعلومات دي كلها أنا اللي هفترضها لا كل المعلومات دي موجودة في ورقة الأسئلة أو في المؤيسة اللي هتجيلك في التقييم موجود الرسمة اللي هتجيب مساحتها موجود هتجيبها من الأمام والخلف ولا هتجيب منها واحدة ولا اثنين ولا تلاتة موجود كمان أن أنت نوع الدهان إيه موجود خطوات الدهان النسب اللي بكون بها الخطوات سعر الخمات أجر العمال نسبة الربح كل ده متحدد طيب الفرق بين النسبة والرقم أن الرقم سابت لكن النسبة متغيرة يعني إذا أنا قلت لك أن أنا هتديك من الفلوس اللي معايا ميت جنيه لو معايا ألف جنيه هتديك مية لكن لو أنا قلت لك هتديك عشرة في المية يبقى لو معايا مية هتديك عشرة لو معايا ألف هتديك مية لو معايا ميت ألف هتديك عشر تلاف يبقى النسبة متغيرة كل ما قيمة مصريف المؤيسة تزيد نسبة الربح بتاعتي تزيد وده طبعا المفروض يبقى الفرق بين الرقم والنسبة أن الرقم محدد وسابت ولكن نسبة نسبة متغيرة طيب احنا بقى بدل ما انت كنت في المرحلة الاعدادية بتقول بما انه واذا وتبتدي تعمل الخطوات وتبتدي تعمل المسألة لا احنا هنا سهلنا عليك الموضوع جدا عملنا لك جدول تحل فيه خطوات ايجاد المساحة وجدول تاني تحل فيه خطوات ايجاد التكلفة جدول المساحة بنسميه جدول المسطحات او المقاسات او المسطحات لاثنين بمعنى واحد او بيسموه كشف حصر الكمية الكمية يعني المساحة يبقى كشف حصر المسطحات او المساحات او المقاسات او كشف الكمية الاربع مسميات دول حاجة واحدة معناها ان انا بوجد مساحة الحاجة اللي موجودة في الرسم قدامي طيب يبقى ايزا احنا الموضوع الاول ان احنا بنوجد المساحة وبعد كده بنبتدي نوجد التكلفة المساحة بيتم ايجادها داخل جدول والتكلفة بيتم ايجادها داخل جدول ايه فكرة ايجاد المساحات اي سفر في الدنيا اي طريق لابد ان انت تتزود له بيسموه الزاد او الزواد اللي انت بتاخدها معاك وانت متجه في هذا الطريق زادك فيه طريقك فيه المؤيسات انك تكون حافظ القوانين سواء جدول المسطحات او الجدول التسميني لكن المؤيسات ما بتتحفظ شيء اللي بتحفظ القانون لكن طريقة الحل بتتفهم لان ما فيش مؤيسة زي التانية المؤيسة بالضبط عاملة زي الكلمة النهاردة انا عندي كام حرف عندي 28 حرف لكن عندي كام كلمة برافو عليكم عندي ملايين الكلمات يبقى اذا النهاردة انا المؤيسة عندي اشكال الاشكال دي زي الحروف واشهرهم عندي 6 اشكال ولكن المؤيسة كأنها كلمة كلمة يعني مكونة من ايه من عدة حروف شطرتك انت بقى انك تكون قادر على تهجي الكلمة دي او قراءة المؤيسة وتفصيل كل جزء فيها عبارة عن ايه من الاشكال اللي انت حفظها هل الاشكال هتتغير لا هل طريقة حل المؤيسة بشكل المسطحات هتتغير لا هل الجدول هيتغير برضو لا يبقى اذا انا لو فهمت الجدول ولو فهمت طريقة حل المؤيسة ولو حفظت القوانين هقدر احل اي مؤيسة واوجد مساحة اي شكل قديني يبقى الجدول الاول خاص بايجاد المساحات فكرته ايه فكرته ان انا عندي حائط الحائط ده هفطرد ان هو زي الورقة البيضة دي جي قال لي ان الحائط ده عبارة عن مدخل المدخل ده انا هفتح فيه فتحة شكلها كده بص كده اهو يبقى دي حيطة فتحت فيها باب هيجي في الامتحان دي حيطة فتحت فيها باب هيجي في الامتحان يقول لك ايه الحيطة اللي موجودة قدامك دي عبارة عن مدخل المدخل ده مفتوح فيه باب الباب ده فراغ الباب ده ايه فراغ مطلوب ايجادة الجزء اللي هيدهن الجزء اللي هيدهن منين من الامام ومن الخلف طيب نرجع تاني نرجع الحيطة الاصلها الشكل الكلي للحيطة ده عبارة عن ايه عبارة عن مستطيل صح المستطيل ده هجيب مساحته هفترض ان مساحته عشرة متر بعد كده عندي المستطيل ده هجيب مساحته برضه هفترض انها اربعة متر اللي اربعة متر دول انا محتاجاهم هدهنهم ولا دول فراغ هشيلهم هشيلهم عندي بقى الجزء على بعض الشكل كامل قبل ما قص منه اي حاجة ده في المؤيسات اسمه اضافة في المؤيسات اسمه ايه اضافة الجزء اللي بقصه وبشيله ده اسمه تنزيل اسمه ايه تنزيل يبقى انت دايما لما تشوف المؤيسة قدامك هتتخيل الفراغ ده كأن الشكل كان كامل وانا قصت الشكل ده وشيلته شيلته يعني طرحته يبقى التنزيل ده طرح والله اضافة بالعكس ده ازالة او طرح عشان كده بنسميه تنزيل يبقى الشكل الكامل اسمه اضافة لما شيل منه الفراغ يبقى اللي شلته ده ده اسمه تنزيل اللي بقى عندي بقى صافي ده اسمه الكمية صافي الكمية اسمه ايه صافي الكمية يبقى الجزء عندي المتبق ده اسمه صافي الكمية طيب خلونا نشوف مع بعض هل النموذج ده ثابت عندي أنا عايزك إن شاء الله بإذن الله في البيت تعمل التمرين ده لوحدك وانت موجود في البيت هنعمله إزاي هتيجي تجيب ورقة وتتخيل إن الورقة دي حيطة بوابة في مسجد بوابة في معرض بوابة في أي مكان حيطة عندك في البيت هتفتح فيها فتحة عشان تعمل بيسموه أرج اللي احنا بنسميه احنا بلغتنا كفنانين اسمه قطوع القطوع اللي بيفصل للمساحات الكبيرة هتتخيل الشكل في دماغك وهتبتدي تعمل تقص المؤيسة عايزة المؤيسة دي إن شاء الله عايزكم في البيت انتوا كده بقيتوا بتعملوا مؤيسات مش بس بتحلوها أنا هنا عندي الشكل ده اللي باقي المتبقي عندي اللي هيدين شوه ده بس اللي هيدين هل أنا أحط دهان على هوا هنا أكيد لا الجزء اللي أنا هدهنه هنا ده الجزء اللي أنا هدهنه هو ده الجزء المتبقي عندي هو ده الكمية صافي الكمية اللي هي خانة في الجدول اسمها الكمية هنا بقى الشكل اسمه مستطيل العدد منه واحد ولا اتنين حد بيقول لي واحد اقول له اه واحد في وش الحيطة طب وضهر الحيطة بقوا كام بقوا اتنين طب ما الفراغ ما لوش وش ودهر اقول له لأ تعالى ركز معايا كده هو انا لما شلت فتحة الباب دي هشلها من وش الحيطة بس ولا بشلها من الوش وبشلها من الضهر يبقى انا زي ما اضفت مستطيلين برضو انا حزفت مستطيلين اللي هيتبقى عندي الصافي ده اسمه صافي الكمية طيب خلونا نعمل تجربة تانية انا النهاردة عندي اهو ده حائط الحائط ده حائط في مسجد في نافذتين وفي بوابة هقوم انا عامل ايه هاجي كده بص هنا ليه انا اتانيت الورقة اربعة عشان لما افرد كده يبقى عندي ايه عندي نافذتين تاني كده بص اللعبة اللعبة لطيفة جدا تمبستوا بيها مرة انا اشتغلت هنا بالطول اشتغل هنا ادي بالعرض رحتي خالص هنا لأعملت ايه تانيتها اربعة علشان انا الشباك ده عندي فيه منه شباكين طب بالنسبة للبوابة بتاعت المدخل بوابة المدخل اهي لانها بوابة واحدة فانتانية الورقة ايه نصين طيب بص كده دي مؤيسة مؤيسة عبارة عن ايه مؤيسة دي عبارة عن حائط مستطيل كان قبل ما شيل منه اي حاجة كله على بعضه كده مستطيل الشكل وهو صحيح قبل ما شيل منه اي حاجة اسمه ايوه برافو عليكم الاضافات الايه الاضافات جيت انا شلت منه ايه شلت منه اتنين سوداسي يبقى الاثنين السوداسي دول الناتج بتاعهم في المسألة يتحط فين برافو عليكم في التنزلات هنا بقى ده الباب ده هل هو شكل واحد ولا دول شكلين شكلين برافو عليكم يبقى انا الاول هجيد مساحة المسلس اي حاجة بقصها في المسألة مسلس اهو هقصه كده اي حاجة بتتقص في المسألة اسمها ايه تنزلات انا هنا عبارة عن هقص مسلس وبعد كده هقص ايه مستطيل كل اللي قصيته ده الاثنين السوداسي والمسلس والمستطيل اسمهم ايه تنزلات اسمهم ايه تنزلات طب هو احنا عندنا اشكال كتير جدا عندنا اشكال كتير قوي 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 ولكن اغلب الاشكال اللي بتجيني في المؤيسات او نعتبرهم مشاهير المؤيسات ستة اشكال يبقى انا مهم عندي في المرحلة دي مؤقتا كده هنحفظ الاول الست قوانين دول لان دول مهمين جدا بالنسبة لنا بعد كده نبتدي مع الوقت ان شاء الله هناخد مسائل اصعب فهنحتاج ناخد بقية القوانين لكن هلانا ينفع ما يبقاش عندي قوانين خالص لا ما ينفعش ما ينفعش نيجي هنا تاني هنعمل تجربة المؤيسة تانية انا كده عملت فتحة كده الجزء اللي انا شلته ده الاول الورقة وهي سليمة كده خالص قبل ما شيل منها اي حاجة اسمها ايه اضافة قصية الدايرة دي هجيب مساحتها لكن هحطها في حاجة اسمها ايه خانة اسمها تنزيل بعد كده هقوم قاصص شكل تاني انت طبعا مش هتقص في الامتحان احنا بس بنعمل تصور يعني ايه تنزيل بعد كده هقوم ايه الصدة ده برضو فين في التنزيلات كده دي ايه فتحة بوابة بتاعتي عبارة عن ايه نص دايرة ومستطيل انا هفترض ان ده باب زي ما اتفقنا كده فيه كمان مستطيل ودي موجود عندكم في الوحدة التانية في بداية الوحدة ادي شكل المؤيسة بتاعه هنا بقى فين الاضافة الورقة بحلها قبل ما شيل منها حاجة هي الاضافة اللي هي الورقة دي دي كده اضافة مهما كان مرسوم عليها طيب فين التنزيلات الفراغات اللي موجودة عندي دي تنزيلات يبقى نص دايرة في التنزيلات بعد كده مستطيل في التنزيلات بعد كده مستطيل تاني في التنزيلات طب الحتة اللي بقى يام معي ايه دي هي اكمية اذا طلب وش بس يبقى بحسبها مرة واحدة إذا طلب وش ودهر بحسبها اتنين لكن في قاعدة هنا مهمة جدا عايزين نشرحها هو لازم عشان الوش والدهر ان دايما يكون اتنين لأ مش لازم ليه خلونا نشوف مسألة زي دي المستطيل ده وش ودهر في منه اتنين لكن تعال بص الدايرة الدايرة في الوش قد ايه نص وفي الضهر نص نص ونص يبقى انا عندي في العدد واحد إذا العدد مش عشان وش ودهر لازم يبقى دايما واحد حد شاطر بيقول لي المؤيسة اللي كنا مسكنة من شوية يقولك برافو عليك دول في الوش كم شبك شبكين واتنين زي هم في الضهر يبقى هنا في العدد هحط اربعة يبقى العدد وش ودهر ممكن يكون اتنين اذا كان الشكل كامل ممكن يكون واحد اذا كان نص في الوش ونص في الضهر وما فيش انتصاص غير في الدايرة وممكن يكون اتنين او تلاتة او اربعة فيبقى اتنين في الوش واثنين في الضهر اربعة تلاتة في الوش وثلاتة في الضهر ستة وهكذا يبقى العدد حسب الموجود قدامي داخل المؤيسة طبعا المؤيسات درجات مختلفة من الصعوبة اقدر اعرف منها اشكال متعددة ومختلفة عايز اوريكم بس كده نمازج لبعض المؤيسات بصوا معينها كده ادي ده شكل مؤيسة اعايز اقول لكم ان المؤيسات دي وليدة اللحظة يعني اتعاملت كده بالمؤيسة زي ما احنا عملنا تقدروا انتوا تعملوها عملوها المدرسين في مجرد نشاط كده في خمس دقائق اتعملت انتوا تقدروا تعملوا زيها وان شاء الله المؤيسات بتاعتكم تبعتوا لي على الصفحة وانا اوريها لكم بعد كده في الحلقات اللي جاية وممكن كمان نحلها سوا هنا ده الفراغ عشان نبقى واضحين ده الفراغ وده الايه الكمية لكن الشكل على بعضه ده الايه الاضافة تاني هنا المستطيل كله اضافة لكن دول التلات مساحات دي اه دول مش تلاتة بص ده كده ده شكل مقسوم وده شكل مقسوم يعني ده ينفع فيه شكل في الهندسة كده لا ده هيتقص الوحده وده هيتقص الوحده هيتقص انا مش هقص في الامتحان المقص ده مجرد فكرة توضيحية هنا ده بعده لوحدها وده برضو ايه لوحدها كل ده فراغات اللي هيتبقى عندي بعد ما قص الفراغات هو صوفي الكمية ده نفس الفكرة ايه ده هو مش لازم المقايسة تكون مستطيلة لا طبعا مش لازم لكن هنا فين الاضافة الشكل الخارجي كله اضافة دايما الشكل الخارجي مهما كان شكله كله اضافة والفراغ اللي جواه تنزيل والمسافة المتبقية هي الكمية هنا تاني ايه ده الفراغ ده تنزيل اللي حوالين منه الكمية المستطيل كله هو الاضافة هنا نفس الحكاية المربع اضافة والاشكال اللي جواه منه تنزيل والمتبقي هو صوفي الكمية عشان كده خطوة الكمية بحلها دايما في نهاية المقايسة ده زي ما انتو شايفين اشكال متعددة من المقايسات انتو تقدروا تعملوا زيها بمنتهى البساطة هتفكروا بس كويس هتتخيلوا تطلقوا العنان لخيالكم كده فتقدروا تطلعوا مقايسات انا متأكد ان انتو هتطلعوا اشكال ممتازة نيجي بقى عايزين نطبق الكلام ده اللي احنا شرحناه على الواقع هنطبقوا ازاي اول حاجة هتوعدني انك لازم تحفظ القوانين باختصار وبمنطقة البساطة تخيل نفسك لو سفرت من غير شنطة سفر هتعمل ايه هتتعب جدا مش هتلاقي الحاجات اللي انت بحتاجها مش هتلاقي حاجة يعني تقتاد بيها في رحلتك انا النهاردة عندي وانا داخل بقى كده في رحلة جدول المسطحات ده اللي بوجد فيه المقاسات او المساحات جدول المساحات او ايجاد المساحة وانا داخل كده لازم يكون معايا القوانين لازم احفظ قوانين اهم حاجة في القوانين اللي انا لازم احفظها ست قوانين لازم نحفظهم كويس جدا 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 وبعد كده ان شاء الله هنستكمل مع الوقت باقي القوانين لكن دول زي ما قلنا الاشكال الاشهر والاكثر ورودا في المقاسات المختلفة خلونا نشوف مع بعض المقاسة بتاعتنا ونشوف ازاي هنحلها اول حاجة عندي طبعا زي ما اتفقنا احنا هنعمل تطبيقات على حل المقاسات مثلا على سبيل المثال ده شكل من اشكال المقاسة بسيط جدا المستطيل كله على بعضه اضافة لكن الدايرة نص الدايرة تنزيل المستطيل الاحمر تنزيل الابيض المتبقي ده هو الله ينور عليكم سوا في الكمية تاني اذا ده مقاسة موجودة قدامي الباب ده فراغ يعني فتحة الشكل كله عبارة عن مستطيل بتخيله زي الورقة الورقة هقص منها نص الدايرة يبقى تنزيل بعد كده هعمل فتحة مكان المستطيل يبقى برضه تنزيل الجزء الابيض المتبقي بعد تفريغ الفتحة هو الكمية عشان كده خانت الكمية الكمية بستخدمها في نهاية المقاسة هنبتدي نشوف اول مقاسة عندنا ايه دي شكل المقاسة بتاعي المقاسة بتاعتي عبارة عن ايه هنا مش جاية مستطيل صريح زي ما احنا قلنا تحت منه مستطيل تحت منه مستطيل يعني بص كده ببساطة معي وانا عايزك تتخيل المقاسة بتاعتنا قبل ما نشتغلها هنتخيلها مع بعض انا عايزك على الاقل في الاول انا ما عنديش طب هل انا ممكن في الامتحان اجيب ورقة زي دي افاهم نفسي عليها هو ممكن لكن طبعا ما نقصش ورقة الامتحان لكن انا افضل ان انت تعمل التمرين ده في البيت بعد كده القص وكل اللي بنعمله ده هيبقى في ذهننا بالضبط كده زي الاطفال لما بيبتدوا يعلمهم الحساب خلهم يحسبوا على اديهم يمسكوا حبات الفول والمقارونة يعيدوا عليها لكن بعد كده انت بتقدر تعمل الحساب ذهنيا بتفكيرك هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا الاول هنلمس المؤيسة بادينا هنلمس التنزيلات وهنلمس الاضافات وهنلمس كل حاجة في محتوى المؤيسة لكن لما هنيجي نشتغل هنعمل ده زهنيا فما فيش مشكلة ان احنا نبتدي الاول بالملموس وبعد كده نتحول الى المفهوم ان شاء الله انا عندي نص دايرة وبعدين بعد كده عندي جزء مستطيل بعد كده عندي جزء تاني مستطيل بص كده طب اللي احنا شلناه ده تنزيل لا ده مش تنزيل ده مش تنزيل اللي شلناه مش تنزيل ليه مش تنزيل مش موجود في المؤيسة اصلا هي المؤيسة كده مش احنا قولنا المؤيسة هي الشكل الخارجي يبقى الشكل الخارجي بتاعي هو ده شكل المؤيسة بص كده شكل الخارجي بتاعي عبارة عن ايه الشكل الخارجي عبارة عن نص دايرة مستطيل ومستطيل تاني الاول بجيب الاضافة كاني مش شايفة الفتحات خالص يبقى الاول انا هتدي لك الاضافة وابتدي اجيب مساحتها طيب احنا قولنا بقى لازم نكون عارفين المعلومات اللي هيداني في ورقة الاسئلة هيقول لي دي بوابة بقى احد المتاحف مصنوعة من الخشب او من الجدران البوابة هنوضح المسقط الرأسي احنا قولنا المسقط الرأسي الصورة من الامام او من الخلف وطبعا هي ليها مسقط افغي وجانبي لكن انا شلتهم لان احنا مش محتاجينهم في حاجة احنا محتاجين المسقط الرأسي فقط بند واحد او الحاجة الاولى اللي انت هتعملها هتحسب تكاليف او بالمتر المسطح المساحة وبعدين التكاليف لدهان الجرافيات وعلى الاخشاب من الجهتين الامام والخلف بدون السمك سمك الفتحات مش عايزينه اول حاجة كشف حصر الكمية اللي هو كشف المسطحات او المقاسات اللي بوجد فيه المساحة العدد تلت بوابات كلمة تلت بوابات دي في اخر الجدوى الخالص هقولك نعمل فيها ايه بعد كده كشف التكاليف التكاليف لمساحة مية وعشرين متر بيسبتلي المساحة عشان محدش فيه ناية لغبط طبعا انا مش هدخل في تفاصيل الجدوى التسميني النهاردة علشان خاطر ما نحصلش تشتيت كل المعلومات اللي انا عدتها دي خاصة بجدوى التكاليف احنا دلوقتي الاول هنحل الجدوى الاول الخاص بايجاد المساحة ادي المؤيسة بتاعتي وادي الشكل الخارجي اللي احنا خدناه هعمل الشكل الخارجي الاول هل الشكل الخارجي ده شكل واحد لا ده عدة اشكال اول شكل فيهم قبل ما اعمل الشكل برسم الجدول الجدول بيجي لك في الامتحان مرسوم في الغالب ولكن ده ما يمنعش انك تحفظ رسمته لانه وارد فيه امتحان ما يكونش الجدول مرسوم فانت لازم تحفظ ازاي بيترسم الجدول مكون من تمنخنات بند بيان اعمال عدد مقاسات اضافة تنزيل كمية ملاحظات انا عندي النهاردة البند هو البند المطلوب المؤيسة كلها بند واحد بيان الاعمال اللي هو طبعا امتى يبقوا بندين لو طالب اننا الحيطة دي هعمل لها دهان جرافياته وبعد كده هعمل لها دهان تاني مثلا او هعمل فيها اي عملية اخرى يبقى هو بند واحد ميم تربيع لزوم دهان البوابة من الجهتين الجملة دي بتجيلك برضو مكتوبة في الحل لكن البند البند هو بند واحد ما فيش غيره بيان الاعمال بكتب فيه اسم الشكل العدد بكتب فيه عدده من الوش ومن الظهر لو مطلوب المقاسات بحط فيها الارقام الاضافة ناتج الشكل اذا كان اضافة التنزيل ناتج الشكل اذا كان تنزيل الكمية بستخدمها في نهاية المؤيسة فقط الملاحظات بحط فيها القانون طبعا مش مطلوب منك من اول مرة بتتفرج على الحلقة انك تحل الجدول لوحدك كل الاول هو موجود معاك بعد كده هتحفظ بياناته مع الوقت يبقى بند بيان اعمال عدد مقاسات اضافة تنزيل كمية ملاحظات المقاسات هي المساحات هي المسطحات كلها ثلاث كلمات بمعنى واحد بند بيان اعمال عدد مقاسات اضافة تنزيل كمية ملاحظات الاول ببدأ بالاضافات طبيعي جدا انا النهاردة لما بدي لك مثلا قطعة من اللحم فيها عظمة الاول عشان تشيل العظمة هينفع تشيل العظمة قبل ما تاخد اللحم لا انت بتاخد اللحم بالعظم بتاعها بعد كده بتشيل العظم والترمي يتبقى عندك صافي الكمية هي دي نفس الفكرة انا بياخد المؤيسة كلها على بعضها بكل المساحة دي الاضافة يبقى كل المؤيسة اضافة اللي بيتشال منها او بيتقص تنزيل اللي بيتبقى في الاخر هو الكمية عشان كده خانة الكمية بيستخدمها فين في ختام المؤيسة هنا عندي ايه المساحات اللي لازم احفظ قوانينها دول مهمين جدا 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 الصفحة دي هتحتاجها السنة دي والترمي التاني والسنة الجاية والسنة اللي بعدها وجميع سنوات الدراسة هتحتاج هذه القوانين مش هتستغنى عنها ابدا التخطيط مستمر معنا في الثلاث سنين وكل الحكاية النه الدهانات بتتغير لكن طريقة ايجاد المساحة لا تتغير حتى الكشف التسميني بيتغير فيه انواع من الكشف التسميني لكن كشف المسطحات لا يتغير طرق ايجاد المساحات والمجسمات لا تتغير القوانين لا تتغير هنا عندي لكن شكل المؤيسة بيتغير مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض طه في عين الدائرة مساحتها طه نق تربيع طه تلاتة واربعتاشر من مية نق نصف القطر تربيع في نفسه نصف القطر في نفسه شبه منحرف قاعدة الواحد اللي هي الصغرى زائد قاعدة اتنين اللي هي الكبرى على اتنين في الارتفاع مساحة المسلس قاعدة في الارتفاع على اتنين او قاف في عين على اتنين مساحة المربع ضد تربيع يعني طول الضلع في نفسه مساحة اي مضلع منتظم هي ضاد تربيع في العدد السابت وأشهرهم السوداسي العدد السابت 2.6 من 10 يعني ضاد تربيع في 2.6 من 10 بأكد تاني الصفحة دي في غاية الأهمية طبعا لو القوانين دي مش معايا مش هقدر أحل المسألة هبتدي أبص للمسألة بتاعتي هبتدي بالإضافة الإضافة هي الشكل كله أنا مش هقفلها مستطيل ولا هعمل فيها أي حاجة أنا هقسمها هلاقي أول جزء في الإضافة عندي هو الدائرة الدائرة هنا هتدهن ولا مش هتدهن هتدهن هي شكل خارجي ولا شكل داخلي خارجي هي فتحة ولا حيطة هي حيطة لكن فيها فتحة مش مهم هاعتبر أن أنا مش شايف التنزيل خالص هبتدي أجيب مساحة الدائرة هي دي دائرة كاملة لا دي عبارة عن نصف دائرة أنا بتكلم عن الدائرة الخارجية الكبرى نصف الوش ونصف الضهر يعني العدد كام واحد هلاقي مديني للدائرة دي رقمين أما أطلع لفوق ألاقي 280 أما أمشي على اليمين ألاقي 140 طب هي أنهي رقم فيهم ببساطة المتين وتمانين القطر كاملاً المية واربعين نصف القطر طب ليه أنا قلت ده نص قطر وده قطر كامل القطر الكامل ماسك الدائرة من أولها لأخيرها كأنه أقربين ساعة نص القطر كأنه أقرب ساعة واحد من مركز الساعة لأي نقطة فيها هو كده نص القطر من مركز الدائرة لأي نقطة فيها نص قطر لكن نقطتين على الدايرة مرين بالمركز يبقى قطر كامل يبقى هنا المتين وتمانين قطر كامل المية واربعين نص قطر أبتدي في الجدول بتاعي البند واحد ما تكتبش فيه حاجة في بيان الأعمال أكتب اسم الشكل الشكل اسمه إيه دائرة أما الإيه ميسم ميم تربيع ميم تربيع اختصار لكلمة مساحة بالمتر المربع مساحة دائرة أنا سمتها ألفين فعين تفل امتحان تسميها طبعاً بكتب دائرة ليه دائرة واحدة رغم أن من الوش والدهر برافو عليكم نص في الوش ونص في الضهر أنقل من خانة العدد لخانة الملاحظات أحط القانون طه نق تربيع أعوض في القانون طه سبتة تلاتة واربعتاشر من مية نق نصف القطر أخد المتين وتمانين ولا المية واربعين طبعاً المية واربعين طب ليه ما قلناش متين وتمانين بدلاً من نقول مية واربعين في مية واربعين فكر معايا كده خمسة زائد خمسة هي خمسة في خمسة؟ طبعاً لا القانون بيقول لي نق تربيع يعني ما قال ليش القطر قال لي نص القطر في نفسه طبعاً ده يديني رقم مختلف تماماً يبقى نق تربيع بجيب نص القطر واضربه في نفس الرقم تاني هضرب تلاتة واربعتاشر من مية في نص القطر واحد واربعين من مية في نفسه تاني واحد واربعين من مية كل الأرقام دي لازم تتضرب في خانة العدد طب العدد واحد يبقى على الآلة تلاتة واربعتاشر من مية في واحد واربعين من مية في واحد واربعين من مية الناتج هيطلع لأرقام كتير بعد العلامة باخد رقمين فقط بعد العلامة بدون تقريب مش ببص للرقم التالت خالص باخد رقمين فقط لغير هنقل على الخطوة التانية تاني شكل في الإضافة مستطيل المستطيل ده كام في كام ركز معي هبتدي أحسب مساحة المستطيل أنا عندي ارتفاعه 75 وعرضه 75 و75 بس لأ ده معهم كمان الدائرة بص كده لو أنا قلتلك المستطيل من أوله لآخر وعرضه كام هتجمع ال 75 مع ال 280 مع ال 75 يبقى أنت كده عندك ايه؟ كل ده هو عرض المستطيل وال 75 هي ارتفاعه ده المستطيل الأحمر ده هو اللي بنحله شكل اللي بنحله هنعلمه باللون الأحمر المستطيل هكتب في البيان الأعمال ميم تربيع مستطيل هسميه به في الملاحظات هحط قانون مين؟ برافو عليكو قانون المستطيل طول في العرض هاجي هنا في العدد كام مستطيل؟ هم كام هو مستطيل واحد طب وفي الضهر كمان واحد أنا هدهن الوش والضهر يعني أنا محتاجة أحسب مساحة مستطيلين مستطيلين يبقى في العدد اتنين افتكر دايماً حط جنب العدد علامة فيه كأني بضرب في العدد هنا هدرب الخمسة وسبعين من مية في الاربعة وثلاثة من عشرة جات منين الاربعة وثلاثة من عشرة جمعت كل أطوال المستطيل هنا هدرب بوينت خمسة وسبعين علامة خمسة وسبعين فيه أربعة علامة ثلاثة قواعدين ستضرب في العدد في اتنين الناتج اللي هيطلع لي هحطه برضو فين؟ في الإضافة لأن ده مش فراغ هيترمي ده مش هيتقص ده شكل أنا محتاجه الشكل اللي بعد كده المستطيل الكبير محدش يقول لي ده تلاتة واربعة من عشرة بص التلاتة واربعة من عشرة أخيرها فين؟ لكن مين اللي مسك المستطيل من أوله لآخره؟ برافو عليك الخمسة واثنين من عشرة هنا عشان أسهل عليك هو جايب لي أرقام كتير لكن تحت جايب لي أن مجموع الأرقام دي هو جمعها لي خمسة وخمسة وتمانين من مية أما ليه جايب لي الأرقام الصغيرة دي؟ عشان لما حب أحل أي جزء لوحده نرجع بقى لموضوعنا أنا عندي النهاردة المستطيل ده مسكت الطول بتاعه لقيته خمسة واثنين من عشرة مسكت العرض لقيته خمسة وخمسة وتمانين من مية عندي كم مستطيل؟ أولا نسمه مين تربيع مستطيل جيم؟ عدده اتنين العدد كام اتنين القانون الطول في العرض خمسة في خمسة وتمانين من مية أهو عتنسى تضرب في اتنين يبقى أقول خمسة في خمسة خمسة والثمانين في الاتنين بتاعت العدد الناتج برضو فين في الإضافة خلصت الإضافات بتاعتي هبتدي أدخل على تنزلات التنزلات يعني هنشغل المقص بتاعنا بصوا معي كده آدي الإضافات بتاعتي الإضافات هوريها لكم بص كده معي مش احنا جبنا مساحة الدايرة دي دي محتاجينها ولا لا محتاجينها تبقى إيه إضافة المستطيل ده محتاجينه ولا لا محتاجينه يبقى إيه إضافة المستطيل ده محتاجينه ولا لا محتاجينه يبقى إيه برضو إضافة هبتدي بقى أول خطوة عندي وأول حاجة عندي هعمل إيه عندي دايرة مش عايزيها قصتها كده أدي أول فراغ عندي لما قصت الدايرة هذه الدايرة هي اللي تقصت هجيب مساحتها لكن الناتج هحطه فين في التنزيلات يبقى هل طريقة حل الخطوة تختلف لا مش هتختلف طب خلونا نشوف مع بعض كده نحلها ازاي بصوا معي هقول ميم تربيع دائرة في الجدول ميم تربيع دائرة هقول العدد اتنين العدد كام اتنين ليه اتنين لان انا هقص الدايرة دي دائرة كاملة اهي دايرة كاملة هقصها منين هقصها من الوش وهقصها من الظهر هبتدي اعمل ايه هقول طه نق تربيع يبقى الاول ميم تربيع دائرة سمتها دال العدد كام العدد اتنين القانون بتاع الدايرة طه نق تربيع لازم تكون حافظه انت الجدول جايلك مرسوم لكن القوانين والارقام وكل اللي احنا بنعمله ده انت اللي هتعمله لازم تكون حافظ القوانين لما اكتب في بيان الاعمال دائرة احط في الملاحظات قانون الدائرة لما اكتب في بيان الاعمال مستطيل احط في القانون في الملاحظات مساحة المستطيل هنا ميم تربيع دائرة سمتها دال اول حاجة قصتها اهي الدايرة السغنانة دي نق تاها كام 75 من ما يبرافو عليك وعشان ده زي عقرب الساعة يبقى نق عقرب الساعة يبقى ايه نق لو كان عقربين او كان مسك الدايرة من اول الاخر امر بالمركز يبقى قطر كامل ده نص قطر هنا تلاتة واربعتاشر من مية سابتة اللي هي النسبة التقريبية في نصف القطر في نفسه يبقى تلاتة واربعتاشر من مية في 75 بس لا لازم اضرب في الاتنين بتاعة العدد يبقى ما بين العدد وبقية المسألة عملية ضرب بضرب في اتنين ليه لان تلاتة واربعتاشر في 75 في 75 دي مساحة دايرة واحدة وانا عندي كم دايرة اتنين يبقى لازم اضرب في اتنين ايه ده ده احنا عملنا الخطوة بنفس الطريقة بالزبط ايه الفرق الفرق ان الناتج هنا ايوة برافو عليكم الناتج هنا تحط فين في التنزيلات مش في الاضافات في التنزيلة هون لو حطته هنا يبقى غلط يبقى هنا اي حاجة انا محتاجها حتى لو جواها فراغ الشكل الخارجي في الاضافات اي حاجة هتتقص وتترمي بتتحط فين في التنزيلات يبقى اول حاجة هاقصها من الشكل دا دائرة طهنق تربيع تلاتة واربعتاشر مية في 75 في اتنين للواجهين وحط الناتج في التنزيلات انتقل للخطوة اللي بعديها طب احنا ليه ماخدناش الدايرة دي مع الدوائر دي يميس مش حضرتك قلتي ان لو الدوائر فيها عدد كبير ممكن اخده كله في خطوة واحدة لا الا اذا كانوا قد بعض دي نص قطرها كام 75 دي قطرها كله 180 ده قطر كامل يبقى نص القطر كام نص 180 يعني 90 طب هو ممكن ما يدينيش نص القطر طبعا هو مديني القطر كله 180 يبقى انا اقدر ببساطة اعرف ان نص القطر هو نص المية وتمانين يعني 90 اشان ما حد يسألني جبت التسعين منين هنا عندي ده نص دايرة وده نص دايرة ليه ما عملتهمش مع دي لان دي نص قطرها 75 لكن دي نص قطرها 90 وده نص قطرها 90 طب ينفع الاتنين اللي نص قطرهم 90 يتعاملوا في خطوة واحدة ايوة ينفع يتعاملوا في خطوة واحدة طب تعالوا نشوف على الطبيعة ايدي عندي نرجع تاني للشكل بتاعنا عندي هفرغ ايه هفرغ البوابة البوابة مش شكل واحد فمش هفرغها مرة واحدة امال هعمل ايه بص كده انا ينفع اخد الدايرة والمستطيل في خطوة واحدة لا يبقى برضو في الحل مش اقدر اخدهم في خطوة واحدة انا هنا شلت ايه شلت نص دايرة من هنا وشلت نص دايرة من هنا حلو دول نصين ليهم وش ودهر مش دول كده نصين بص كده لو حطتهم مع بعض يبقوا ايه دايرة كاملة دايرة في الوش ودايرة في الضهر يبقى العدد عندي اتنين طب نبصها هنتبقها ازاي في المسألة بص معايا كده انا عندي مية وتمانين يبقى نص القطر كام تسعين دا نص ودا نص في الوش نص وفي الضهر نص يبقى دي واحدة ودي واحدة يبقى العدد عندي اتنين هنحلها ازاي ميم تربيع دائرة هيه العدد كام اتنين ليه اتنين نصين في الوش ونصين في الضهر احط قانون مين برافو عليكم طه نق تربيع وبعدين هعوض في القانون طه سبتة تلاتة واربعتاشر من مية نق نص في القطر تربيع ليه يامي اسمه حط ناش المية وتمانين عشان المية وتمانين عبارة عن تسعين زائد تسعين لكن القانون بيقول لي تسعين في تسعين يبقى تسعين من مية في تسعين من مية اضرب التلاتة واربعتاشر في التسعين في التسعين برافو عليكم في الاتنين بتاع العدد اوعى تنسى تضرب في العدد هنا دي تقصتي بتتحط فين مرافو عليكم في خانة التنزيلات انتقل للخطوة اللي بعدها عندي المستطيلات معلش هتعبكم معايا شوية نرجع تاني للرسمة بتاعتنا نرجع للعبة القص واللزق بتاعتنا انا عندي المؤيسة هين هبتدي اعمل ايه هقص الشكل بتاعي هقص اخر جزء في المسألة وهو المستطيلين هنا انا قصته الوحده ولا قصته مع الدايرة لا قصته الوحده بص دول كم مستطيل انا قصته واحد من هنا وواحد من هنا بقوا كام بقوا اتنين اتنين في الوش واتنين زي هم فين في الضهر يبقى ادي مستطيلين بتوعي اتنين في الوش واتنين في الضهر دول قصته ما بيتحطه فين في التنزيل تاني ادي اهو مش هي دي المؤيسة بتعتي هي دي المؤيسة بتعتي كده إيه اللي فاضل عندي خانة الكمية طيب خلونا نرجع نحل الخطوة دي وبعدين نجيب خطوة الكمية يبقى أنا هنا عندي المستطلين دول عبارة عن 3.4 من 10 في متر و 80 يميز طب إحنا هنا ليه ما جمعناش الأرقام أنا هنا واخدى الشكل الأحمر ده همشي معاه بأدية أو بالمسطرة هنزل ألاقي هنا ده كام 180 همشي كده هلاقي ده كام 3.4 من 10 إذا أنا هنا عندي الطول 3.4 من 10 والعرض 180 واحد وواحد يبقوا اتنين في الوش واتنين زي يوم في الظهر يبقى العدد أربعة يبقى عندي مساحة المستطيل العدد أربعة شمعنا ده أربعة عشان اتنين في الوش واتنين في الظهر قانون المستطيل الطول في العرض خلاص حفظنا هكتب الطول 3.4 من 10 فالعرض 81 من 100 برافو عليكم لازم أضرب فاربعة بعد مضرب فاربعة هحط الناتج برضو في التنزلات كده أنا أضفت إيه؟ نص دايرة ومستطيل ومستطيل دول معايا دول عايزاهم قصيت منهم دايرة ودايرتين واربعة مستطيلات دول مش عايزاهم هعمل إيه في اللي أنا مش عايزاها؟ هجمع اللي أنا عايزاها واجمع اللي أنا مش عايزاها يبقى بجمع الإضافات يبقى دا آخر تقفيل المؤيسة بجمع كل الإضافات وبجمع كل التنزلات وهعمل فيهم إيه يا شطرين؟ آه برافو عليكم حط رح تنزيل يعني طرح تنزيل يعني إيه؟ طرح أنا عندي الورقة وهي مقفولة كالتلاتة وسبعين متر وتمانية سنتي قصيت منها كازا شكل مجموع اللي أصقصته تلاتة وتلاتين متر وتسعة سنتي تسعة من مية يعني تسعة سنتي واحدة تقول لي انت يا ميس قلت يا تاخدي رقمين السفر دا رقم السفر دا رقم طبعا رقم 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 ورقم مهم جدا فأنا هنا لما أخد علامة سفر تمانية أنا كده وأخده بعد العلامة إيه؟ رقمين برافو عليكم تسعة من مية تسعة من عشر تسعين سنتي لكن التسعة من مية تسعة سنتي تلاتة وسبعين متر وتمانية سنتي هشيل منهم تلاتة وتلاتين متر وتسعة سنتي هنا بقى الكمية أهلا وسهلا يا كمية آخر حاجة في الجدوى الخالص بجيب صافي الإضافات أجمع كل الإضافات واجمع كل التنزيلات بجمعه تحت بعضه بجمع خانة الإضافات واجمع خانة التنزيلات بطرح دول من بعض بطرح مين من مين بطرح الإضافة أطرح منها التنزيل يعني بكتب إيه على الآلة سبعة تلاتة علامة زيرو تمانية ناقص تلاتة تلاتة علامة زيرو تسعة يبقى بطرح ده من ده الصافي هنا برافو عليكم بيتحط في صافي الكمية وبقربوا جوه المسألة باخد رقمين بعد العلامة تقريب من مية في نهاية المسألة في الكمية بشيل أي حاجة على يمين العلامة أي كسر للمتر وبضيف متر صحيح هنا عندي عفوا هي دي تسعة وتلاتين وتسعة وتسعين من مية مش تلاتة وتلاتين هنا عندي تسعة وتلاتين وتسعة وتسعين من مية هتتقرب هتبقى أربعين متر مربع تقريبا الناتج النهائي هيبقى أربعين متر مربع تقريبا دي معلش كده نصلحها مع بعض دي 39 غلطة طباعة دي 39 و 99 من 10 هقربها هتبقى 40 متر مربع تقريبا هنا بقى طالب مني في أول المسألة خالص لو فاكرين 3 بوابات لما البوابة الـ 41 متر يبقى 3 بوابات 40 في 3 إذا أنا بضرب لو طالب مني 10 بوابات أو 5 أو 3 بضرب فين بضرب في الناتج النهائي للمؤيسة باخد بعد التقريب أضرب في 3 طب ممكن أضرب قبل التقريب آه ممكن أضرب قبل التقريب بس برضو في النهاية هي هتطلع برضو 120 متر مربع تقريبا المية وعشرين متر دول هم اللي هشتغل عليهم جدول التكاليف بأكد عليك تاني السهم كده عشان ما نشوفش التلاتة دي التلاتة دي تسعة ولكنها غلطة مطبعية يبقى أنا عندي النهاردة الفارق هنا عندي 39 و 99 من 100 ده الناتج النهائي للمؤيسة اللي بقربوا إنه هو يبقى إيه يبقى عبارة عن 40 39 هخليها 40 خليك معي بقى أو خليكم معي بناتي وأبنائي يبقى قادي ده صافي المؤيسة بتاعتي قادي كل التنزلات اللي أنا شلتها ورمتها كانت الأول الشكل مقفولة دايرة والمستطيل شلت دي وشلت دي وشلت دي ده اللي تبقى عندي ده صافي الكمية بطرح إجمال الإضافات من إجمال التنزلات طلع الفارق عندي أو الكمية أو صافي الكمية 39 متر و 33 من 100 بقربهم لأربعين متر وبعد كده بضرب في تلات عندي تلات بوابات فبضرب في تلاتة طلع لي 120 متر إن شاء الله في الحلقة القادمة هنحل جدول التسميني أو جدول التكاليف لإيجاد تكلفة مساحة 120 متر بدهان الجرافياتو خمات وكمان أجور عمال وكل تكاليف المؤيسة إن شاء الله في الحلقة اللي جاية طبعا المؤيسات مش سهلة لكن هي مش صعبة هي محتاجة بس مننا شوية اجتهاد اجتهدوا لأن لكل مجتهد النصيب واجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله موسيقى